منذ انقلابها على الدولة عملت ميليشيا الحوثي على مصادرة ونهب مقدرات الدولة ومواردها مؤخرا قررت الميليشيا الحوثية بيع كمية من النفط المخزنة داخل الأنبوب الواصل بين حقوق صافر بمحافظة مأرب وميناء رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر في محافظة الحديدة والتي تقدر بنحو 900 ألف برميل وذلك بعد إجراء مناقصة فازت بها شركة الاتحاد التعاون الزراعي التي تعمل في مناطق سيطرتهم ما دفع شركة صافر للتحذير من مخاطر نهب وبيع ميليشيا الحوثي للنفط الخام الموجود داخل الأنبوب والذي قد يتسبب بتآكل أنابيب النفط وتلفها كما قالت الشركة في بيان لها إن قيام الميليشيا بتفريغ الأنبوب يمثل اعتداء على مقدرة الشعب اليمني وقد يؤدي إلى كارثة بيئية في المحيط الحيوى المتد حول خط الأنبوب يبلغ طول الأنبوب الممتد من حقل صافر النفطية في محافظة مأربل الخزان العائم في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة قرابة 440 كم وقد أنشأ في العام 1986 وكان ينقل منذ إنشائه قرابة 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام الخفيف المنتج من حقل صافر حتى منتصف العام 2014 أي حتى إنقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة ليتوقف عن الإنتاج خلال الثلاثة الأعوام المنصرمة